يبقى واخر صيف 2022 وصلنا النمسا وقفنا الارتاح بمحطة على الطريق تغدينا وكملنا طريقنا قبل ما يأتي الليل لازمنا مكان تخييم هادي نقضي فيه الليلة احسن شي لها المهمة تطبيق بارك فور نايت واخيرا القينا مكان التخييم المطلوب كل الخدمات مجانية متوفرة حولنا هذه سايرتنا عن صفي نون وهذا كابل الكهرباء شحن البطارية وشحن الأجهزة كلها السيارة لا تحنها لانها تبدو على الطاقة الشمسية ورانا هناك ملعب صغير للولاد وهناك مدينة ألعاب صغيرة مرديح وسحسي هناك ماء ورانا هناك تصريف المياه العادمة وهناك حمامات سبع نجوم كل الخدمات متوفرة ومجانا بدون مقابل هلا ان شاء الله نتحرك من هون لنوصل مدينة جديدة في الممسر واحنا بالطريق خلينا أحكي لكم عن جهاز بنك الطاقة الباوربانك هذا الجهاز برافقني دائما في رحلاتي لحتى تضل الأجهزة اللي ما يشغاله اللي بيميز هذا الجهاز انه بشحن على الطاقة الشمسية والضوء وصعته كتير كبيرة بيحتوي على بطارية ليثيوم مدمجة بصعة 45 ألف ميلي أمبير يعني بقدر أشحن موبايل أكثر من ست مرات ممكن أشحن أربع أجهزة بنفس الوقت وبشحن الموبايل حتى خمسين بالمية خلال نصف ساعة الجهاز قوي ضد الصدمات ومقاومة الماء وتصميمه أنيق الجهاز في كتير مميزات برفكلكم روابط الشراء وتفاصيل الجهاز والأنواع التانية الصبح مع العصافير لازم نتحرك الوجهة هي القرية الأجمل في النمسا اسمها هاليشتات هالقرية من أقدم الكرة المأهولة بالسكان في قارة أوروبا اليونسكو سجلوها كموقع تراث عالم بعد طريق طويلة بصناها طول فترة وجودنا بهالقرية رح ننام بهالمكان شو بدنا أحلم من هيك مكان للتخيم؟ بوجه الكارفان جبال شاهق وبتعانك الغيوم وبحديقة الكارفان الخلفية ساحة خضرة كبيرة فيها مقاعد خشبية وأمام هالجمال بحيرة القرية بحيرة هالجتاتة محاطة بطوك من الجبال تلف في البحيرة من كل الجهات استكرينا بالمكان وبلجت تحضيرات العشاء شربت خضار عضوء النجوم طلعت من الكارفان لكيت جادوا عماد صاروا بالبحيرة أوقات بحس أني مخلف سمكتين ومش ولدين كل ما بشوفوا بقعة مي تبلبطوا فيها شو مكان الوقت والطقس السمكتين ما تحملوا برض المي بعد ما غابت الشمس طلعوا يتدفوا بشو ربط الخضار كيف كانت شباحة؟ كانت منيحة كتير أنا قدرت أصبح قدرت أخطس قدرت أتفرش من هذا تحت الماء وعماد ساعدني وكان حلو كتير تحت الماء أنا وعماد نلعب تحت الماء قدرت أخطس بالليلة تغير الجو وراحت كل مخططات الصهرة تحت النجوم ولكن لماذا؟ كمان المطر حلو نحن لازمنا تقييم طويل بهذا المكان فيه كل الفصول هنا صبحنا وأفطرنا مع ضوء الشمس والجو الدافن وتشجعت أنزل مع السمكتين بالمي ومنه بنعمل الدش الصباحي وبما أنه قاعدين ومسترخيين فرصة نعلم السمكتين التطبخ ويساعدونا بالمعجنات مرت أيام التقييم بهذا المكان الهادي بسرعة كميرة وطلعت منهم بكمشة ذكريات مع عائلتي مطبوع بذاكرت كل واحد فينا ضحكات والكصص والمغامرة كميرا وهاي آخر الليلة نسكر على حال الكارفان بهذا المكان صلاح الخير كيفكم؟ وصلنا أربعة أيام في هذا المكان ونطلع الصبح وننام للمشوار البنية ونرجع إلى هذا المكان هذا المكان التقييم كله كارفانات كلها في ورانا يعني في اليوم 25-30 كارفان بنام هنا في هذا المكان مكان جميل حمامات موجودة ودش موجودة وأيضا يوجد ماء للشرب وغير هذه الإطلالة الجميلة كل يوم الصبح تطلع على إطلالة جميلة على البحيرة مباشرة حتى الناس تنزل وبدأ تسبح الجو شوب وشاهدون أنه في غيوم ولكن الجو 30 درجة الحرارة اليوم احتمال أن يكون آخر يوم وننتقل إلى مكان جديد هناك الكثير من الناس في سياراتهم الصغيرة ينامون مبارح كان هناك ثلاثة مخيمين هنا هناك خيامهم ونائمين ونصحكم إذا وصلتوا إلى النمسا توصلوا إلى هذا المكان المكان أيضا جمب قرية هالشتات من أجمل الكرة الموجودة في العالم تقريبا من أجمل كرة النمسا من قرية هالشتات بعيدة عنها ثلاثة دفاع في السيارة فالمكان مميز بشكل كثير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر